اشتركوا في القناة 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 ايه اشتركوا في القناة 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 والله شبيني نقول لك عندي تصاور رمش لا مشيتش لا مشيتش يعني انهار لحد حلق الويد جاك برك الله في سياتك شكون جالك يا أخي تصاور كله وصلني يا رمش يا أخي يا رطيف يا أخي أمام ثورة المعلومات أصبحته أصبحتم تعرفونا كل شيء عنا الواحد يولي ما عاش يخرج من الدار بالرسم ما هي وين مشيت تو شايتنا من الكلمة تاي وين مشيت صحيت بسه ليه؟ مشيت أخي انهار لحد أي؟ يعني حبيت يعني يعني حبيت تعصف على روحي شوية كي نسدعي المرأة أسمع مال ونعملوا قدمة وكداء وما تبيعها باي؟ عشي ولا فتور لا في الدنيا أسمع من هنا في الثنية يا أخي محلاهة غروب وقت الغروب مش وقت الغروب في الشام الزارقة ما عام بلدي سنة نصفة ثلاثة باي؟ الروعة حتونس بجملها هذي الضفتين باي؟ معنى وكذا وحلق الواد جميلة ومعبي الله مصلي عني بي نستأكل هو زوز أنواع من المطاعم فيه فم المطاعم يعني ما نقول البريئة البريئة فيها مياه معدنية وبراءة ايوه وفم مطاعم الأخرى لا تقلوا عن الأولى براءة فيها مياه معدنية وفمياه الموضو باش ناجم توض فها فرقة حسنوا لليه فها فرقة حسنوا لليه جاءوا مباشرة لنيك عدتوا هم جاءوا قالوا لي حاب نجيبوا الفرقة وما يحب نشح سنوا قلت اولا في بني في النهار ما فماش خاصة يعني قاعد شبه أنتين ونهو المرأة يعني نلتقد في بعض ما تبقى من يعني من عنف هو ممتق فتور ونمور هو حسنين معنى كان يعني خارق العادي يعمل يكن في في الأماكن الجمالة تلك واللي يرتادوها ناس اللي هيقلونا جمالة كل ما تسلم على واحد انت تقول هو يقولك السلام عليك وانت تمكنوا أخلي حاجة تمكنوا أقل واحدة يقولك السلام عليكم بسرعة يجيب مشموم مثل وريهول من بعيد ترميلو خمس سلام لاخل اللي يدي كنسلم عليك بالخمسة بعشرة ما أقلش والسلام ويخويا على كل حال ما تبقى جاك ما تبقى من البارح من نظرتي ما تخيفش أنا شفت الراجل قديش رومانسي والله رومانسي حسنين اللي رومانسي وقود طول عمره رومانسي شفت على اللي نحبه أنا خاترو رومانسي مش رومانسي مش رومانسي معنىش كل أنا أحكيلك عالسايدة زوجة تي لبنى في هيك هوا اللي أنت مع زوجتك هاي بيصير ولي دوب القاوة وقت مشيها شوية وقت مع زوجت وعائلت وواحد معه في زوجته هزا فستمش فيها يفهم موحدة اما خي ظالم مش زوج وما يمشي بيشو حظة لا اي يا سيدينة يا تشتر وقل اي يشتروح وقت مروح استبتاع الصباح فم عشكو موقلك ما يتفكر يا باسس لا لا ما يتفكرش النهار بخوه اتعدى ثورة اي اه باب عم احسن لقت تاريفة لو يستدعاك مثلا زوجك في القاهلة ولا في وقت العشية شنو تختارك والله عنده قدامة صدعانيش أنا زوجي هذيك عليه قلت وحي نوصلك في المساج ان ديركت امو بش فميش يمجيني أنا هاكا اقتراح ويجا عشي تي حتى بحذي مش لازم في حلق الوي هيا سيدينة والله غليت الخبزة حسنية يسلم عليكم الكابتن خالد حسني ويقول لكم شكرا على التمانيات بشافيات ربي فضلوا ربي فرجعك يا كابتن يا معلم يا بطل قوم ويجا واخلط للأمول اخلط خود بايك البداية بالتتويجات والألقاب فماش حاجة نجب ونبدأوا بها خير من التتويج ووقت اللي نقوله مستحيل شبه مستحيل نادي ملدية بو سالم للناس اللي ما تعرفش وللناس اللي اكتشفت البارة نادي ملدية بو سالم عنده فريق محترم جدا في الكرة الطائرة نحبو نعيشوا مبعاثنا تقريبا اخر ثلاثين ثانية من المباراة نقطة الفوز نقطة اللقاء نقطة اللقاب نقطة التتويج نسموه مبعاثنا ثم ناخو رايكم ونبدأوا نهارنا بما فيه من أخبار سعيدة وسارة وأقل سرور وأقل سعادة كرة مطورت افريقيا الكورة شنية هنا؟ أرجع 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 أرجعها أرجعها سامبل بلكشي صدي أرجعها أرجعها عادية ونصد 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 أهوى الكورة ما زالت عدي رجع يا الصد رجع يا الصد رجع يا الصد رجع يا الصد هذه الكورة قاوت مبروك لي بو سالم مبروك لي بو سالم مبروك لي بو سالم بطل أفريقيا في أول مشاركة في أول لقب أبطال أفريقيا في أول مشاركة أول لقب بطولة أفريقيا البطولة اللي غاب عليها التراجر يا ذي تونسي قل لك بسبب ما فماشي في كتيف كافي نجم رياضي سهل وسي أساس لأسباب مادية زمالك المصري واحد من وحوش القارة في المسابقة ذيها في اللعبة ذيها إنجاز ظهلي للتاريخ خالد علي التويتل كيف يريد أن تنزيز ما ليقبلوش العقل يا محمد هذه صارت المرة الثانية في الدنيا قبل تثبت عام 92 دنمارك وقت لي استدعوها للتعاوذة الرببليك تشيك وقت هذا هذا هي كيف كيف موقت لي دنمارك تشوف الدنمارك وقت تحس أي مابوسالم حتى حد مكا أنكر وياب الميفري كيف مبرافو والليوم محمد فيما بلايس عليش أنا قداش من مرة أقولك روفم في الرياضة فما بوسالم مثلا المورفولوجية متاع شفيرة بوسالم تنجم تطلع منه دي هونت بولور دي فوليور مثلا دي زاتلات تنجم تطلع حم السود دي باسكاتور من شيرة نابل وشيرة الواحد نقول لهم برافو وهذه راية معزة معزة كبيرة برج معزة تعطيب الانجازة بتاريخ تسعتاش مايا 2023 جاريت الشروق مقال لدار برج البارح مع التتويج بوسالم مقال السيد عبد المجيد مصلح فيه بوتولة افريقيا للاندية البتلة للكورة الطايرة الزمالك بلا منافس هذا العنوان السيد عبد المجيد مصلح طي انا نعرفه شعر المفروض هو دي كان نعرفه دي كان هذا زميلنا قديم زميل قديم سيد محمد عبد المجيد مصلح قديمه دي كان هو خطر لنا دي نعرفه أنا من خليب يا يافل في الكورة الطايرة ويافل في كورة اللي مش طايرة مزلت كاركة والمفروض يقول كلام يعني 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 يليقوا يليقوا بمصدر ما يجيه بالطايران أه 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 والله البارح أه يعلم ربي الفرحة اللي فرحتها بتدوج بوسيل أه أولا كلنا نعرفه الفولي في تونس خمسة ستة جمعيات معروفة تاريخي سيسس قليبيا مارسة آآ بوهاش في الكورة الطايرة فجأة يجينا الفرح من بو سالم أنا نحب نحييهم نحب نحيي بو سالم حقيقة على خاطر اللي رينال بارح من الجرينتا من العزيمة من الناس ثلاثين ثانية اللي تحب إنها تقول رغم كل التجاهل رغم كل التناسي ناي للرياضة في مناطق الشمال الغربي ووسط الغربي بو سالم اليوم قلبت المعادلة قالت لا جمعيات كبيرة لا جمعات صغيرة رأنا أبطال أفريقيا الحاجة الأجمل اليوم إنه بو سالم باش تمشي لأمريكا 30 باش تمثل تونس باش تمثل لأفريق في كأس العالم للأندية حاجة تشرفنا وتعرفنا حقيقة أنا فرحان برشا البارح فرحة تونسية لكل البارح مهما تكون الجمعية مهما تكون الانتباقات فيسبوك الكل يحكي على أبو سالم يحكي على إنجاز أبو سالم ثريم تبعت شفت تحقيقة مش برشا مش برشا أما هنيئا لنا هنيئا لهم حاجة تنور وحاجة تفرح وحمد أخي أبو سالم في الديفيزيون ناسيونال في الفولي ونثبت لك خالد ثبت لي على خاطر عمري منهار سمعت في حد رياضي ولا في أي حتى أنا واحد من الناس نجي عنا فكرة على الفولي مثلا قبل نحكي لك يوسف بس بيس رجاء حيدر فما سامي في تونس معروفة فولي قبل اليوم عمري منهار اسمعت أبو سالم وقت لي اسمعت هزت كوبدا فريق قلت كوبدا فريق متعاشنية بالحق محمد ما فهمتش متعاشنية على خاطر تتحطك يحكي فولي كيما قال لك باسر تسمع وقلت لك التدوين التاكسي محمد وحضرت لك على الجامر رغم أنه أنا لا وجمجي مكثيرا الله يخليك سيحسنية ربي يعرف يشكون يعمل جامر لا لا هذه مرة وهذا انجيز لا مش انجيز معناه يعني فاجأني للخبر ولكن انتش حط فيه بسالم شاسمه هي مولديت بسالم مولديت بسالم نيقلت مولديت بسالم هذي تابع الجزائر مهم تابع المغرب موليتانيا مولديا خاطر معناش المولديا هذي وطلعت مولديا حقية والله اسماني وأنا في ذهني أنا في ماتش في ذهني متكلس كذهن التوانسة الكل أن الكرة الطائرة هذية لا تكونوا إلا في الشواتئ آه ليه نيه ماشي في ذهني ما هو قلتك بنجيه تقريبية وكما قال لك المارسة والفرقة اللي كانت هذية كانت في مرحلة الصيفة كايفة وتسخن الدنيا الشبيب بأجسادهم الجميلة يعني يلعبون الفولياء يلعبون الفولياء في البحار والشواتئ وكان فيه اهتران جميل أيضا في قريب وفجأة دهن في بسالم يا أخي وقلت من بعد الخالد نجاح تدوينه زميننا الكبير رئيس تحليل الأنباء للأسف يعني يجوه ينبى يقول يا ريت الأعلمت يعني كله يهتم بهذا الحدث التاريخي العظيم لماذا عظيم وتاريخي واستثنائي لأنه مش مش متدام ومشكي ويبحثون الناس تبحث المحللين والمحربين أولئك الكرانيك الكرانيك مكرنيكونا يبحثون مكرنيكونا يبحثون في مثل هذه المسائل اللي بصراحة تبحث في أنسان في أشياء منسية خدرتوا شنية هي الكورة ذيه وكذا كذا بعض من رجعوهان الصناعة وفلوس ودمار هي قليب وهي ريهان ريهانات العظيمة والنسابط وكذا كذا للأسف للأسف هذا الشيء ذايا مع الفرقة ذيه ما عادتش ولت عملية صناعية تجارية يعني بيع وشراء متاع العربية سناجرية تحديد ايوه مش داخله العربية سناجرية اوه عجب بربي تخيخ تحيير العربية سناجرية فقط حابيت نقول لك خالد رايه في الديفيزيون بربي بالمناسبة هذة توجهب نداء السيد وزير الشباب والرياط ايوه انه يكون السند الاول لي اولاد بو سالم يتخذه منشارج جيمة على المال يلزم الدعم كاملا على خاطر هي اليوم فما متغير مهم قد يصير على الارض في تونس الكورة الكورة الفولي كان من لعبات المناطق اولاد العيلات والحي والمرصى حكر على جهة معينة وعندها بريستيجها المعين كما نشوفوا السيئس كانوا اولاد بو سرصار وخالد كسكاس وشبابة في الخمسة وثمانين اليوم انا نقول بو سالم تصنع الحدث نوجه نداء سيد وزير الشباب والرياضة انه من واجبكم من اجل ان تكون هناك عدالة ان تكون الجمعية هدية بين عينيكم وهي اول جمعية تستحق منكم الدعم مقارنة بالجمعية واضح شكرا لك بس لترجمين نقعد انا مع الاخبار الايجابية اخبار في الرياضة مرة اخرى نحكيه على لاعبة تونسية لكورة اليد اسمى الغاوي احدى نجمات المنتخب الوطني لكورة اليد اسمى الغاوي تلعب في الدوري الروماني مع فريقها تحقق في انجازات كبيرة لكن على المستوى الشخصي ايثا اسمى موجودة في قائمة افضل لاعبي كورة اليد في الموقع بتاعها على المستوى الاوروبي يعني جائزة وتكريم بحجم البالوندور بلغة كورة القدم للناس اللي تعرف كورة القدم شاركوا فيه كالليزيلية النخب خالد التويت يعني من اوروبا الكل يختاروا قائمة موسعة ثم يبقوا 15 لخرانين هي موجودة في الخمستاشة ثم التسويت الجمهور عنده دور كبير بنسبة 25% تقريبا تتلقاوا الرابطة ونهبتوا اليان وكل اسمى الغاوي فما فيها باس كان نعملوا هجما نحنى الجمهور التونسي والاعلام التونسي نحييوها ونحييو اسمى الغاوي طبعا لعبة المنتخب وانجاز ممتاز نحطوه نحطوه لسيت هذي الكل وتدخلوا باش نشاركوه في التسويت للمشاركة والتسويت الاسمى الغاوي شكرا لك بازل ترجمان توتسويت نحكيه شوية سياسة نحكيه على الاستماع لهيثم المكي والياس الغريبي اليوم قدام فرقة المكافحة الاجرام بالجرجاني منذ ايام تقريباً تمت دعوة كل منا هيثم المكي والياس الغربي باش يكونوا موجودين باش يكونوا موجودين امام فرقة مكافحة الاجرام في القرجاني بتهمت او انه الكلام اللي تقال ما يعجبش الاجراءات كانت سريعة يعني في وقت قياسي نسمع الياس الغربي شنو قال ثم ان اخو رايك باسل ترجمان وحسنين حسن بن عثمين في النقطة هذية تيونا الياس الغربي شنو قال كنت نتمنى انه هي تكون المرة الاخيرة بالنسبة للزملاء وكان هو مؤشر اللي ملاحكي كان مؤشر تعيس على خاطر هذه بلاد ورات في اكثر من فرصة من بعد 2011 اللي هي في مربع الديمقراطية واللي هي قادرة انه التعايش يكون ممكن وانه حتى كان قانون اللعبة كان بالنسبة للبعض توا قانون اللعبة سيء وانه ما كان فهمه قانون اللعبة لان ما عاش تفهم قانون اللعبة وهذا لحقيقة لي مختر شوية ما عاش تفروحك في انا مربع ما عاش تفروحك ب انا قواعد تخدم احنا قواعد المهنة بتاعنا مقنة ومعروفة بالنسبة للموزيكة فهمه ميثاق واضح وبالنسبة للمهنة بكلها فهمه اخلاقيات واضحة احنا نعتبر انه الاخلاقيات هذي نخدموا بيه وانه الاخلاقيات هذي ما جاوزنا هاش واحنا نعتبر انه بلاصتنا اليوم في استوديو ما هاش في قجرة النقد البناء ان شاء الله يتفهم مربع حرية التعبير مربع مهم للجميع يلزمنا ندفعوا عليه الناس الكل فما مرسوم اسمه المرسوم مية وخمستاش هو اللي يقنن الاجراءات للتتبع الصخفي كنت نتمنى انه يتابعوني بالاجراءات هذي على خاطر ابريتول عمل الصحفي عمل انساني حامل وقابل للخطأ اذا كان اخطأنا كان من المفروض يتم متابعتنا بالمرسوم مية وخمستاش واحنا قابلين لقانون اللعبة هذي الكلمت على اليسال الغربي كنت اسمع باسل ترجمين هل اليوم نبدأوا ساعة تضامن كل التضامن مع كل الزملاء الصحفيين والاعلاميين اللي قاعدين يتعرضوا الهذي وحرية التعبير خط احمر وحدود لا يلزم نقربوا لها جملة موش حتى نخطها خط احمر بالبنت العريض اليوم هل حرية التعبير مهدة باسل ترجمين بهذا المرسوم اربعة وخمسين يعني اولا قبل نجدد تضامن مع الزملاء باش تكون القضية واضحة ولا لابسة عليها النقطة الثانية انه يجب ان يكون التضامن متكامل مش حموس وزبي على خاطر نحن نشوفه في نقابة الصحفيين وقل صحفيين ما هماش على القياس تسير لهم حاجة النقابة تتنكر بل تقوم بادوار غير مقبولة ومنها على سبيل الذكر للحسد انه السيد نقيب الصحفيين ومكتب النقابة قام بتقديم اوراق مدلسة الى اللجنة الوطنية لمنح بطاقة الصحفي المحترف لمنح احد الصحفيين من تجديد بطاقته وتبين بالدليل اين ده وين بربي يقول انا هذا لانه تهمة ختيرة وين تمت هالموضوع هذا اي ياجنة قدمتش كاية باس التورجمان لا انا اليوم نستنى ألا أنني أنيمتك على خاطر اليوم التروجمان يستغل الظرف السياسي لكي يشكي لا نعرف أن اخوه حقي وقت اللازم أما ثبت بالدلائل أن الوثائق التي قدمتها نقاط الصحفيين لللجنة المستقلة هي وثائق مدلسة هذا كلام كثير سي осв proceed ملفك انت في ملفك في ملف أنا واضح واضح قدمت وثائق مدلسة إذا أنا أنا فهم قضاء عنها فهم قضاء اليوم اليوم تقديمها للقضاء سيتم تجيره إنه هي في إطار إنه محاولة ضرب حرية الصحفيين وحرية النقابة أنا نخلي توفى العركة ومن بعد نعرف ناخو حقي بالبكشو واضح وطبعا حق الرد مكفول للنقابس وهو موجود الوثائق واضح ممتيز بس يلا امشي للمرسوم 54 بس بالنسبة للمرسوم 54 وأنا واحد من الناس اللي كنت انتقدت وطلبت بتعديل عدد من فصوله أو تغييره على خاطر اليوم قولينا في متناقضات الناس اللي تحكي على المرسوم 15 أيضاً وهوني أنا نتساءل مقبل 25 جوليا كان هناك عدد خطير جداً من الانتهاكات لحقوق الصحفيين وحريتهم وكان هناك تواطئ بالصمت نتفكر نهار خمسة جوان 2021 عندما تم الاعتداء من قبل قوات الأمن على الصحفيين أمام مقر جمعية علماء المسلمين لذكر القرضات أيوة واضح وإلى آخر ما الذي جرى ما الذي جرى اليوم أنه صرنا فيه إشكاليتين إشكالية كانت ناس كانت متواطئة مع الحكومات السابقة تحت الطاولة مع مفدي المسدي يعني نذكر بالاسم واضح يعتداء على الصحفيين يمشوا ويعملوا اجتماع مع وزارة الداخلية ويقولوا قرر إنشاء لجنة تحقيق يباهي بعد ما قرر إنشاء لجنة تحقيق وبالتالي اليوم أنا نتصور أنه حجم الاشتباك السياسي هدايا يضر بمصداقية الإعلام علينا أن نجلس جميعاً وأن يكون هناك مراجعات نتصور أول حاجة أن لا يكون القضاء سيفاً مسلطاً على رأس الإعلام الحاجة الثانية أن لا يكون الإعلام أداوة للأسف للأسف سجلوها بكل وأن نتحمل مسؤولي دي فيها أن الإعلام هو أدا اليوم للكثير من الأخطاء والخطايا التي ترتكب تحت اسم حرية الإعلام ولا علاقة لحرية الإعلام وعلى سبيل الذكر للحسب أي قضية الزميلة خريفة القاسمي اللي هي خطأ ميهني جسيم وخطير كده يتسبب في مقتل عدد من أعوان الوحدة المختصة خطأ ميهني صحفي خطأ ميهني صحفي على خاطر هو لم يلتزم بالمدونة رأيه هذا رأيه هو ما نهب نفهم هو هناك مدونة تقول أن عندما يكون هناك عمل أو قيام بعمل إرهابي أو محاولة لإيقاف إرهابيين وآخره لا يتم نشر أخبار لمساعدة الإرهابيين على الفرار أو على تطليم خدمات لهم في مواجهة قوات الأمن شكرا لك بس لترجمين نرجع معك حسن بنوثمين المرسوم 54 اليوم هيثم المكي ليس الغربي أمام القضاء في فرقة مكافحة الإجراء يقول لك على الثمانية نكون على الأمر 115 مش على المرسوم 54 يقول لك اليوم نحن غدوة تومة كل أعلمي كل إنسان قدامه الميكرو واسمعته لكي ما ذاي مرة واثنين درني رمون كان بحذي سيد نبيل الحجي على الطيار الديمقراطي قال لي مدام عندك الميكرو كل يوم راك تمشي يعني على حافة السكين هل اليوم حرية التعبير بال يعني بالسهولة ذاية يتم استباعها ما نجاوز يا سيد المحمد عليش ما نجاوز أتحفظ ومن أنجاوبش تخاف مش نخاف أنا ما فهمش محامي يعني ما قلت لك الحصة لي ما هو مش قدام باسل لأنجاوب أنا خاطرني ولكن 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 محبة لها المهنة هذي النبيلة أنا نقول نبيلة لأنه اشتغلت في 40 عام واش واش ما شاء الله فهمتني اي وهي نبيلة وفيها النبلاء أيضا فيها ناس بهين وفيها ناس مش بهين ايه كمكوة أي خدمة باي أنا مش قطاعي أعمى في هذا الموضوع اه ممتازة النقطة مش قطاع لا أدافع القطاع يعني كبغل الطاحونة باي اه أدافع القطاع وأنظر بعينين موش بعينين عوراة واحدة باي يغزل هكا أو هكا واصف ولعلمك الشخصي أنه أنا اليوم خزرت هكا أو هكا يعني تباتوا يعني معناه اللقاء التضامني اللي متاع أخونا خزرت المشيد استأهد شاء استأهد نجيك نجاوبك متاع أخونا هايث المكي واللياس الغربي والمجموعة غادي وليت يعني معناه الوجوه الكريمة وفي كن في جو يعني منعش فيه شعرات متاع البوليسية والبوليسية ذكروني أنا في 30-40 عاملتين قلت الحمد لله ومزلت البركة وفي ذي نهاية تتنفس وتتنفس وتنظر وليت خوك حاية من المكي اللهم صلي عني بمحاط يعني وكذا وبحماس ونحنا يعني أنا ممشيتش ممشيتش لأنه الموليس صحية محدودة ورايف صحة اللي عندي سيدي محمد نجيك به نستنزفها هوني نستنزفها هوني والسلام والروح هناك وعدني إلا غدين باش نتشرجها من الجديد وكذا كذا وإذا أنا نعبر من هنا بالفرصة على تضمننا مع أخونا مع كذا ومع يعني إذاعة موزيك ومع مديرها مش صحفي مدير حط مديرها وإزي مركاكة حط مدير قناة مش صحفي بالقناة هو شو صحفي تذيني في تذليل في كيانة وفرمانية تذليل مدير أذك صحفي معي تقول لا يقالوا على أي صفحة تنش عليك لأنه هون كما أنا غادر عالم الصحافة عندهم مدة وأصبح في الإدارة وهو يتبع المؤسسة المديرين هو يعني ملخ في المدير ماشي حطوا يا أخي بلقدية واستعنوا اللغة باحترام ساعة يقول أخونا بربي عندي مجموع حملخسة في الدمال الحقيقية ألاوهي ألاوهي حكاية المرسومة أربو وخمسة أعطيني أعطيني شنا عرفو علي تعب تعطيني أنتي قبله لأ نسمع أبو غلاب قبلك حرية الاختيار محمد بو غلاب نسمعه لأولوية أخونا محمد بو غلاب نسمعه لأسيد محمد بو غلاب شو قاله للمرسومة أربو وخمسين ثم ناخو رايكسي حسن من وثمين أحنا عنا ترسانة من القوانين المكممة لأفوه جاء المرسومة وخمسين هذا تعمل لذبح حرية التعبير عندك المجلة الجزائية الفصل ماتين وخمسة واربعين الثالب والقذف ويتفرع عليه ماتين ستة واربعين وماتين سبعة واربعين قلتوا الجرائم معناها السيبرنية عندك الفصل ستة وثمانين مجلة الاتصالات عندك الفصل ثلاثمية وستة ثالثا مجلة الجزائية كل من أذى عن سوء قصد خبرا مزيفا معرضا بذلك سلامة أحدى وسائل النقل هذا يضرب من عامل خمسة سنين حبس خبرة الفصل مية وثمانية وعشرين نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي الفصل مية وخمسة وعشرين مجلة الجزائية هضم جانب موظف أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد بالقول شكون هذا سيد محمد مغلب شو محكي على أنوية تذيق الكل على العمل السحفي للمحامي سيد نيف العريبي محامي كل من هيثة من المكة وليس الغربي هبا تدوينا توا يقول هيا باهي سراح يعني هذي الأخبار لعنا توا تقريبا منذ دقائق سراح في ملفهم الزوز اللهم صلي يعني بالحمد والله هاو عنا قذاء باش ناس نوح قالت لها قذاء لا قدر في تونس لو وزارة العدل لو وزارة العدل هذه كتاب عن الدرشكون ولو كل واحد يطلعون أنا أسمعني مرسومة بو خمسين بارك الله في أخونا محمد بغلاب في ما أبداهم بالرأي إنما نحب نخبر كده ونخبر محمد بغلاب وغيري هي وغيري المرسوم مية وخمسطاش المرسوم مية وستاش اللي هذو عملهم المجلس التأسيسي هكا ولا الفين واثناء عرض هذي يا سيدي أنا عمل فيهم يعني طراد كانت فيهم جريدة كاملة جريدة كاملة من أقصها إلى أقصها حول هذو من المرسومات المرسومات الأثناء وأقف عند أخطاءهم وفاجواتهم ومقولهم بصحة سياناتهم اللغوية الرث غالط الرث هذو مراسيم هذو مراسيم ولا عملتهم بواحد المفروض بعد الفين وربعتاش المفروض بعد انتخابات الفين وربعتاش المرسومة دي تصبح قوانين الاو باش اللي شدوا الثورة التونسية ما رجلوا عايش قوانين حكا ولا ايوه اذا هي كيف كيف بلاش جاء الآن سيد الرئيس هذي قيس عيد عمل المرسوم مجلي اش اسمه المرسوم عرب وخمسين عرب وخمسين لا والله بصوت فالبير هنقرأ فيه نعود في دروس هكا نشوف في اندرشنية واندرشنية والخمسة سنين وثلاثة سنين اي اي والعام وكده وهذا كله المرسومة دي اغلبه اغلبه يدور حول الاشاعات والاخبار يعني الملفقة والزائفة والمشبوهة متاع المشبوهين اللي يخدموا في المجال الالكتروني اغلب يعني صحافة المكتوبة المفوق حتى هذا المرسوم نفسه اللي بارش عليه ملاحظات هي مو يتحول الى المجلس النوابة دي مثل تشريعي لكي يشريعه ويجعله قانونا يزينه كفاية من حكم المراسيم هذي وهو حكم صحيح يزينه من المؤقت والاستثنائي والمراسيم ايوه يعني نتحول الى امور واضحة ومرقلة وعندها شرعية حقية ماهيش امور فردية وماهيش هذيها منسوب فقط للرئيس هذا اللي نفهمه انا وكفاء اكفاء واسبع اسبع رأوا المزايدات اللغوية والمزايدات في المصطلحات والذبح والشنق وكدا انا نقول للزملائه رأوا انتبهوا رأوا ساعات اللغة الدج ملاهة على بعيد كي يستعملها بتاريخة مخادعة مخادعة وساقطة ترجعه على وشهه وعلى قلبه وعلى عينيه واضح بيه مافهمين الذبح لحرية التعبير شا هي ذبح اللغات هذه بلاش ذحب من البرميق برد تعمل تعرضوا سايبوه ثم ذبح مش لحرية التعبير ثم ذبح لرجولية رجولية بمحاولات مزايدات شنية واقعة 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 السلعة نستعلكوا فيها السلعة في هذي الفوضى الخناء اللي يبقلك الشاي هي السلعة امتى مزايدات يجي واحد يقول لك ترايف يجي لاخر يزيد عليه شوي واحد يقول لك الزبح واحد يقول لك الإبادة واحد يقول لك السحر شنوه يحتلموا الواحد خاصة المخرجي اللغة العربية وخليني احتلموا بعضنا خليني احتلموا بعض تسموه ما يعرفهم جبتهم ما يعرفش يلبس كستو جبتهم ما يعرفش يتكلم جبتهم ما يعرفش يغني الاستاذ العربي ناسر هو يسمع فيه منهم مطرب توا نجم النجوم يكلم يميل مداحي هاي موجودة زميلتي يقول لها السيد اللغة ما يعرفش يغني خرجه تكلمني فلورييت كيما توا تقول لي قالك سي ناسره خرجه عملت لها براسي لا ما نستجيبش الحاجة كيما هاك لانه حتيت روحي بين نطرد من حنبعل او ناخذ القرار الصعب لا يليتني ما خليته القرار لا يليتني خليت قرار العربي ناسره هاوش قلك عليك لانه السيدة ذايا ما خرجتوش وتحملت اني تحديت الادارة تحديت مالك القناة وخليته وعاود يكلم ايمان مرة اخرى يقول لي ايمان اها بتخرجوا جي ايمان كلها ما تخرجوش ايمان خليه يكمل للثمانية وكمل السيدة ذاكا للثمانية اليوم يا تعالى على حنبعل اليوم قال ليه والله صورتها حنب اش من صورة ملاناش كون صنعني اسمي انا شعبيتي اكثر منه هو وين فانت تصويره في تصويرت حنبعل ايوات ورأي حسيتو حكي بكل حسرة ميلا الهنين نساند عبدالرزاق الشابي حسيتو يحكي بكل حسرة عبدالرزاق الشابي اينا نساندو اول حاجة ساعة عبدالرزاق الشابي نعرفوه الناس الكل الي هو منشط واعلامي وصحوفي وعنده قيمة كبيرة في البلاد هذه وعنده فضل زادة احب من احب وكريها من كريها البرشا ناس اليوم نحب نقول الي راهو جيمة البدايات لعبة تنسرواحة رانا كلنا نبدأ واحنا بشوية ناس كل تبدأ حتى تونس تبنت بالحجرة فما حتى حدت ولد القاروح وستارم فما حتى حدت ولد القاروح ونجم كبير ساطع في السماء ولهنى زينا نحب نقول الي راهو كيمة الفنان لعنده الفضل على الاعلامي الاعلامي زادة عنده فضل على الفنان ويهزوا بعضهم الزوء يعني اليوم من كلمك نفهم اللي لا يحق لهذا الفنان انه يرفض دعوت عبد الرازية طبعا كيفاش تقوله ليه يحضر مثالش حتى لو كانوا ما ينجمش وحتى كان عنده اولويات سفرات اللي هو الانسان ذاكا ما تنساش نكران الجميلة ذا تسمى انتي انسان وقف معايا انا في بداياتي وانا ما يعرفني حد نجي اليوم وقوله ليه وتصوير تحنى بعله ليه حتى عالشخص يا سيدي شعندي عالقناة قناة شعندي فيه اما للشخص نكون انا ممتنة نكون شاكورة ونرى بيه حتى الاخر نهار في عمري شكون زعم الفنان اللي يحكي علي عبد الرزيق لحقيقة منعش اما مهما كان الفنان لحقيقة هذية بصراحة توجع برشا اليوم نجم النجوم هو اكيد نجم مديمو مديمو ولا نجم تاوي خطر الناس تاوي وليو كيحس رويحو من نجوم معاك يتعليو على العبيد انا صارت لي تينا حتى في برنامج ويصارت لي يقولك انا ما نجي نجيش انا انا نجي للتالفزا تيفي مثلا يعني اخي انا عملت برنامج انا زيدا وحبت نكون نجم عندي برنامج تقيت عندي الناس اللي يجيني تقولك ليه اخوي ما نجيش انا شكوني ثورية وشني التالفزا تيفي اه تقال هكا بيانسور تقال ليه ما اريد ايو كيحس روحة كده ليه ليه والله ليه عام حسن مش هكاكة ولا ليه اما اينا زراكي بديت فما الناس عطاتني فرستي وفرحانة اللي هما جاي وكانوا موجودين عندي كذيوف وفما برشة ناس تعاليو واليوم يتمنىو نعمل معاهم انا ستوري وما نعملهش واضح اسمع سيد دي ثوري يكيد جاوب بالعالي جاوب بالعالي خالد علي التويت هكي سمعت اليوم عبد الرزيق الشابي ما اكفي خاطر ومتغشش اللي حطيت له انا الخطوة لولة بش يطلع واسمه اليوم يصبح نجم النجوم يتكبر عليه وما يحضرش عيب اللي عمله محمد عليه الفنين ولا عبد الرزيق الفنين ليه فنين عليش فما حاجة كان ينجم يجيب حاجة مثلا مسافر عندي حاجة عيب تجي تحكي تقول له التصويرها خايبة ولا هذي حاجة معناه ديكور خايب عيب 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 كبير قلت ذوق من الفنين قلت ذوق برشة محمد ومهو شركو نيسا انا مثلا واحد من الناس بالحق محمد مش على خاطر انا في اللايف انا ما كنت نكي راجبتني انتي وقتا بحاجة ديه خلوه ديه نجم لا ميسالش لا لا بس احكيلك حاجة جبتني انتي وهزيت معاك النسمة وجبتني هنا مرة تتصور انتي غدوة تعايتلي بش نجي محمد نقول لك لا ولا مسافر ولا ما نجم في ام بي سي بش مستقاك يا اخل في ام بي سي اول ديجي نقول لك حاجة انا جيتني برشة بلايس لا لا يجي قولك محمد تنجم تخلت البعيد ان شاء الله ان شاء الله ربي معاك تختم مذيف وان شاء الله تخلت البعيد اما ديما نقول لك حتى في الدنيا ماذا بينا ماذا بينا قلة المعروف رايخاي بابرش خلنا نربطها بما سيرتك خالد انتي كوارشي كوارشي نوفرد بديت ماذا المجامعية في الديفيزيون كات ولا حاجة بديت في حومة تكون فاخذتك النادي الافريقي فاصبحت نجم فتوصل في فترة فاند كونتراوس ايه في العمر مثلا انت قدمت في العمر هل مطالب ترجع للجامعية اللي طلعتك وقتلي تستدعاك ولا تنجم تقول لي معاك انا حب كملت في الكلوب نكمل في النادي الافريقي لا نعود نرجعك مش كلاعب نرجع نرجع كمسؤول نرجعك نكران الجميل مش به يا محمد واضح اليوم انتي تشوف هون عتيك انتي شوف انتي برشا مانا الفنين مش يرجع مسؤول في حنبال الفنين اسماني ليه انا في حنبالة نمجيش حنبال اليوم محمد نشوفه فما برشا كوارجية ميسي وك الجماعة ريتم حليهم كيرجعوا لحومهم ويعطيوا لي كادو وكلي ما ينكروش العبد اللي ينكر الجميل رموش به واضح حسنين هاي هك سمعت الغضب عبد الرزيق الشيبي وسبونتانير زوك نعرف كي يتكلم يتكلم بوجيارة ونأكد لك الفنيني نجم يكون صديق بمعرفتي بي بسيطة زوجة صاحبنا وحبيبنا وخوه انا حبيبي نصلت في برشا وسبونتاني عفوية تلقائي قل فيه ما شئت عفوية تلقائي رأوا العفوية وتلقائي هذه مختلف برشا لأصحابها صحيح وانا نكلم بملاطفة نكلم في أخينا عبد الرزيق ماذا معنى؟ كما تكي تحكي لحكاية هذه نجم الأسماء بتاريك أخر انت كنت تعدي في الرداء العربي ناصرة مول القناة قالك كف ما حبيش تكف اذا يعني ما نهتاوه بعد ما ريت انهاك عليه العربي ناصرة بعد قلش منعه يعني اصبحتها تقول ايه مثالش ارجعه الى الحق الفضيلة ايه ولكن انا يعني من جهة ممتازة ومختلفة حسنين من جهة اخرى انا عدية تلطة طفات راهي ايه ما نحبش حبيبنا اخونا وصالنا لاب ربي حبيت يا اخي ضياء ايه خني اقو باسل في كلمة وارجعه متلاتين ثانية مزيلوا باس شو ما رأيك في كلمة عبد الرزيق نتصور انه موجوع على خاطر هو فتح بابا اسمقلي فيها حسن فتح الباب لبرشا رداءات بش تتموقع في المشهد الاعلامي والمشهد الفني والمشهد الثقافي في تونس ما عندهم حتى وزره حتى شكله حتى مضمون وبالتالي اللي يتعامل مع الرداءة من اجابش يطلب منها حاجة لا انا لا اقول الرداءة هذي يلزم باسل يلزم باسل يعني انا نقول العرفان نحنا يلزمنا فما عرفاني متبادل بيننا وما اخذب الخاطر دول رزوجة اللي جابك انت المفروض هالسيدة دي النكلة اللي يرجعه هو ناجم يعني المفروض والله يا رزوجة والله يا حيب يعني وتركني بالحكاية هذي خلي اخو الاخبار ونرجعه يعني ما عاشت عملها العمل فيها المشومة يخص التوتر اللي ما تقدرش ترد وعده بسيح احسن في البوست هاي عم احسن هاي فورمال شوت الثاني على اخبار ثم راجعيني موسيقى 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 علي ايه فهم احلى غديو موسيقى مرحب بكم من جديد ناس كل يقعدين تسموه فينا رجعني لكم هذه ساعتنا الثانية من دواما بلوس تحضر بحضيا اليوم ثوريا العامري حسنين حسن بن عثمان خالد علي اتواتي وباسل ترجمان ساعتنا الثانية نحكيو فيها شوية اخرى كورة قدم عودة معينة الشعبين اللي لتدريبة الترجريه هذه ومجدي تراوي كمدرب مساعد نحكيه أيضا على المنتخبنا الوطني لأقل من 20 عام وبداية المشوار العالمي في كاس العالم بمواجهة من التراز العالي مع المنتخب الأنجليزي أحد الفرق المرشحة للقبذية لكن نقبل هذا الكل معنا بالهاتف الأستاذ نافع العريبي محامي كل من هيثم المكي والياس الغربي أستاذ مرحبا عسنا مرحبا بيك شكرا لقبول أنك تدخل معنا شكرا على رد الفعل بالسرعة هذه حابنا ناخده معك المعطيات تدوين أهبتها منذ دقائق تقريبا تقول فيها أي باهي سراح حابنا نعرفه شو اللي صار اليوم مع هيثم المكي والياس الغربي اللي صار هو اليوم أنه كان موعد لسماع المناوبين هيثم والياس الغربي أمام الضابطة العدلية بفرقة مقاومة الجرام بالقرجيني على خلفية شكاية قدمها قدمها شخص أمني يدعي لهو أمني ويدعي لهو معناها عنصر نقابي ويمثل أحدى النقابات الأمنية شو معناه يدعي أستاذ؟ شو معناه يدعي؟ هو في شكايته حاطت يعني نسخة من بطاقة التعريف اللي هو أمني ويقدم روحه في الطالة عم تاشكاية يقول اللي هو معناها بيستاته الأمين العام لأحدى النقابات الأمنية واضحة إذن نحن ما كنش نجمون بعدها لمحالة لاحظنا أنه هل عنده صيفة هو باش يمثل السلك الأمني هل عنده ترخيص من من وزارة الإشراف هل نقابته مكونة قانونية إذن نجموش أن نترافع على ذوقهم من الضابط العبدية لكن أكيد لاحقاً لما الملف يتقدم ما أترون أن نقدمه مع أنت دفعاتنا القانونية هذه مع أنت أمام القضاء واضح حذرت معهم وقت لاستنتاق أستاذ ما كانش فما أسألة مثلاً على الخط التحريري ولا على المحتوية اللي يحكيها كل من هاي ثموليس الغربي في البرنامج هو طبعاً الأسألة والسماع تركز خاصةً على حسة ميديفو بتاريخ 15 مي اللي وقتها كانت تذكره نهار 30-15 مي نحن جايين بعد حج الغريبة والحاسة الإجرامية اللي صارت في كنيس الغريبة من طرف معناها أحد منتسبي للسلك الأمني اللي قتل جميله كما نعرف السردية اللي صارت اللي قتل نظر الدخيلة وكانت الكرونيك تاهايثم المكي على طريقة انتدام لا ما كانتش كرونيك لا هوي الكرونيك لكن من بعض الحوار وقت اللي في إطار الخبر مقدس وطاليق حر وبدأوا يتنقلوا كما تعرف الياس والفورماع متاع ميديشو الياس الغربي وهيثم المكي لأخير هي هيثم يعني طال اللي راهو يقداش فما من انديساسات في وسط السلك الأمني وإذا من راجعو هالمسائل هذي متاع الانتدابات اللي في العشر سنوات الأخيرة معناها انتدابات كانت يعني كل من هبه ودبه وما كانش فما البحث الأمني إلى آخره فقال اللي راهو يجب أن يكونوا فما انديساسات من مجرمة ومن بيعي معناها من الفصائل هكذا هذا المصطلح اللي استعملوا صحيح ولا المصطلح قال قداش فما من الفصائل يكونوا نجموا دخلوا في الإطارة ذاك لكن هذا يتسائل هل في الاستنتاق كان فما تدخل سؤال على الخط التحريري مثلا على التوجه تعالحسة كانت فما أسألة من هذا القبيل لا 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 ما كانش لا لا ما كانش ما كانش لأنه بطبيعة الحال احنا ما كناش من واضح ما عطى نسمحوا بذلك لكن لكن بقى التركيز كل التركيز على مسألة التدخل هذا في خصوص المصار في 15 ممتاز شكرا لك استاذ نفعل عريبي سؤال أخير ونهبي معك وقرار قدي تحقيق شو كان لا ما هوش تحقيق هذين منزلنا في البحث الأولي ايوة اه ويعني والمينف منزل ما رجعش للنيابة العمومية اللي تكييف الوقاعة اه ولكن الشيكي وزعم المذرة يقول أنه تصريحات هذي تشكل معنى سلك سلب وهتك عرض اه وترويج إشاعات على السلك الأمني لا تصريح هو هذي الشيكي هو عمل تكييفه القانوني وحده بطبيعة الحال الكلمة الأخيرة تبقى للنيابة العمومية بعد ما تقوم بعملية تكييف الوقاعة بعد ما يتحللها المحضر مرة أخرى ويرجع قدامها للمحضر مرة أخرى أستاذ احتلاماتنا ونحن بنا وثمامة مشيتفعل معاك أستاذي معاك أستاذي رب يفضلك أستاذ وبرك الله وفيكم في سلك المحضر بسرحة سلم السؤال السؤال هو يعني السيدة لشكاية هذا بشكاية بهذه مواصفات اللي كنت قد منها فها يعني يعني مفتع لك كأنها مفتع لك أنا شكاية مفتع لك يعني يعقب القضاء وليما يعقبوش والله يعقبو يعقبو عنا برشة نصوص يمكن على الأقل نصوص نصوص يمكن الانتجاء إليه عنا إذا كان بطبيعة الحال يقع تبريئة المنوبين اليسو هيتم يكون من حقهم أنهم يقدموا به شكاية في الإدعاب الباطل ثم أنه هناك نصف المرسوم مية وخمستاش بطبيعة الحال المنظم معك لل للتحافة معاش مرسوم مية وخمستاش 54 عذا يمشيها مع الهيكة الهيكة والخمستاش وكلها يقبل كل كون انتثرت إن شاء الله كماليو استاذي نفس المرسوم في نفس المرسوم طمع نص يجرم يعني استعمال الضغوطات المادية والمعنوية على الصحفيين في علاقة بإبداء رأيهم واضح المنوبين متاعك ماشيين فكرة أنهم يشكيون نحكي على هيثم المكي وليس الغربي ماشيين نصرح ما كانوا مسؤولهم هما المكة اللي تمهم هما إذا لكان بطبيعة الحال قرار حفظ من نيابة العمومية ولا من بعد عدم سماعة دعوة ولا اللي هو كذا يخصهم هما وأهل ومكة أدرة بشعابها وما يعقوا مصلحهم شكرا لك الأستاذ نيف على العريبي شكرا مرة أخرى على تدخلك وعلى إيجابتك على الأسألة بسرعة أخذينيك كحوال كيسة تود سويت مع أيب الغايب وراجعين من الخمسة إلى سبعة متع العشية الدوامة كوز مع محمد الخميسي على إيجابتك أحلى غدير إيافام على راديو مرحبا بيكم من جديد ناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا ولزوديتور فيديل متع إيافام وين ما كنت وين تتبعوا فينا نهبا نقول لكم نهاركم رزق وخير نهاركم فيه برشة فلوس وربح كل نهار اثنين مع إيافام والفليجة قولوا للربح إيجا سهل برشة تمنى سلتاس موفية مع لكم كانت تبعثوا اسماس فيه كلمة إيافام كما اسم الراديو إيافام على الرقم خمسة وثمانين خمسة وثمانين ثمانية خمسة وثمانين خمسة وثمانين ثمانية وتجاوبوا على سؤال وتنجموا تكونوا واحد من الزوز الفيزين كل نهار اثنين كي تربح شنو تربح تربح قضية تقدر يتحب عليه انت بقيمة مليون قضيتك اللي تختارها نحن نخلصوها والبيب دارك نوصلوها وزيد بنفس اسماس هو بيدو تنجم تدخل في القرعة الكبيرة اللي تربحك عشرة ملايين كاش كان مش أكثر بينسير تودي بوم الفلوس اللي بجي تلمو كل جمعة في الفليجة يعني من عشرة ملايين فما أكثر لعبة الفليجة مود على داع عدل الإشهاد الأستاذ معزل يعقوبي وصوم الاسماس تسعمائة وثمانين مع ايا فام والفليجة كل الفلوس ايجا حديث الويكاند والأسبوع أزمة الخبز نبدأ معكم الفريق سؤال هكي على المباشر ناخذكم ديريكت خالد علي التويت لقيت مشكلة في الخبز في الويكاند لا مشيت شريط لقيت لا انتحد حومتنا فيها لكل برشا كويش لقيت موجود فام الخبز موجود خدها فام ورسطوران وبعدها يمشي يجي بالعشرة والخمسطاش الحمد لله باس الترجمين الخبز موجود ومنطقة العوينة كلها رسطورانات والناس الكل تاكل والشاي خواه ما تم حتى إشكال بتاع خبز بيه ثوري العمر هنا الخبز يجيني ما نمشي لوش موجود لقيت لا في الويكاند ما لقيتش لحقيقة ما استحقيتش في نشري خبز أما مريدش صف أنا نأخذ بقيت نخال تشعير مسوس بستة مية ساعة نخلت لها وساعة ما نخلتش لها بيه وبنكوشة خاصة خاصة نكوش ويعني مش يعني هما يعملوا كميات معقولة بما يرضي الموضوع هو الحاجيات اللي موجودة ناوكم شوية ما فما فيه شوية نقص فما شوية نقص شوية شوية نقص ومش نقص بالبعنى يعني ماعنى الشي اللي يثير الفزع يعني بصراحة عندي شهادية بعض اصدقائي حتى ليجي يقول لي ملقيتش خبز فما ناس يبعثوا لي يقولوا لي محمد راوحكي ناو الخبز راو ما فميش خبز هذي شهادية تناشت لكن بصراحة على المستوى الشخصي لقيت خبز لكن أعز اصدقائي يعني صديقي حسن بيشاهدها منه قال لي راني ملقيتش خبز فلهذا حبينا نحكي لموذوع الخبز وأزمة الخبز وزيرة التجارة تتراهي في الكلمة ذاية وقالت على التوين سلزمهم يعملوا حاجة بشتسموها توتسويت شو شو هو تم التدارك في الويكان لكن في الويكان ثم مخابز اللي هي راحة الأسبوعية متاحها معناها تزامن مع التزويد بالقمح الصلب والقمح الليل موجود بش نبدأ الأمور واضحة مع 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 معناها العطلة الأسبوعية اللي بلنسبة للمخاوف أحنا قاعدين نستور لطوف القمح المنتوج كما تعرفوا الفلاحي السناء بالنسبة لقمح الصلب ما العبد الكل تعرفوا وزارة الفلاحة تاتل أرقام اللي تقديرات الإنتاج مش تكون معناها أقل برشة والسنة الفارطة ذوق المعاملين على التوريد ووزارة الفلاحة قايمة بدورها وقاعدت تورد وبربي معناها نقصوا من اللهفة ثم تمت معاينة إقبال غير عادي على الخبز إلا هذا بساشة فيها عشرة خمسة ساشة الخبزة عليش معناها ماش تمش مجاعة رو في تونس بش نوليوا معناها نشوفوا المظاهر هذي حاجة أخرى معناها هذي كلم سيدة وزارة التجارة منعرش نقصوا من اللهفة ما فماش مجاعة في تونس هل هذا الخطاب اللي لازم يكون موجهة للتونس هل هي زلت لسان هل هو خطأت لسان ما نعرش الكلمة ذي أنه نقصوا من اللهفة تونس ما فماش مجاعة ما منيخوا رايك هو سويا ما تروح بس أنا نحب نحكي من زاوية أخرى محمد ونتواجه وزيرة التجارة تحديدة أنه نحن عنا كل يوم 300 ألف دينار 300 مليون خبز ملوح يتم بيعه في سوق فما سوق في رادس تتبع الشكارة الكبيرة بتاع الخبز البيت بخمسة دينار تنقرب فيهم الحيوانات أرقام رسمية أرقام رسمية 300 ألف دينار في الأيام العادية وفي شهر رمضان نوصل 900 مليون ويتلوح خبز في رمضان خبز ميتي طيش نحب نتواجه السيدة الوزيرة أنه أسعار الخبز في تونس في 2011 لليوم ما زادتش وبعيدا عن شروط وإملاءات صندوق النقد والإكلام الذاكا اللي ما عنده حتى معنا أنا نتصور أنه رفع سعر الخبز 50 فرنك أو 60 فرنك 190 250 سيساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة رمي الخبز على خاطر في تونس عنا حاجة إلقاء الخبز ما هو هذا فاشي قول حبي يسيد في سوم الخبز حبي يخرج المسيرات لا تخرج المسيرات تستلاني يا أخي اللغة بتاعك تعود إلى 84 في أحدث الخبز 80 قالك يعني بن زكريا زكريا بن مصطح زكريا بن مصطح ربما مات والله يا رحمة بالضبط قالك لا لا وقت كانت الخبزة كانت الخبزة بسبعين ودوام يوتم كانت واللي ما كانتش هتين مفيد هم وصلت طلعوا الخبز وبعد برجبة قال من رجعون نكلوا المكرة والمكرة هكريا هكريا برجبة استني زد ترفيع في السم الخبز بش قبيل زد ألم يعني أنا منش جاهل يعني بش تحدثوا في الترفيع ولا مخولين ما زبط أنا من تخولوا مخولين في نحكيه في الياد الآن في الظهري ما حدثا يحفظ ماذا حدثا اليوم قالك ما فهميش خبز مش اليوم البالح جالك في نصر الله واللي في أحد المعتمديات بيوراية القلوان العزيزة ثم معناية صويرة طلعت متع ناس شادين خبز قال لك الخبز هو لك في نصر الله بألفين فرانك هي مش بألفين تدخر لهذا كمتاع الاتحاد الجيهة والفلاحة وحط الأمور في نصابة قال في الكوشيات الخاصة مش المدعمة يعملوا خبز خاص عندهم يعملوا خبز خاص مدوروا كبيروا وبقيروا لك الخبزة وألف ثمانمية قال لك مش عالفين هذا هو فأما ناس الملهوفين يحبوا ينفخوا في أي حدث لأنه يعرفوا هالناس المجرمون الملهوفون يعرفوا أنه نحن في سياق دولي متاع يعني يفهموا مشكلة متاع قم تزويد الأمن الغذائي العالم الأمن الغذائي العالم ونعرفوا الناس كل يقين ينفخ الأعلام الوبش أعلام الأوباش ينفخ في هذه الحالتها وكأنه منهوف على باش يحدث مجاعة في تونس لأنه شعب التونس يتزغلط له في وذنه بمثل هذه المواضيع وتدخل له الحكاية وشعب هو عنده خبرية أنا مرتاب في الناس كل ومرتاب في نفس ما هو يعني تولي مشاع يخلقها يخلقها في اللغة وفي الإعلام وفي الخطاب قبل ما تخرق في الوقت ما الغاية منها شوما هذا كان كل إفتعى المشكل خلق أزمة خلق أزمة خلق أزمة كي تخرق توتر بعني مشاعي أنا سمعتهم رابشوين سبقين ومتخلين أو بعش سقات لكن هلن تنعشعوا لبعض نحن أنا نقول كل واحد يلتزم حدود أو اللغوية أي ثوري حبيت نقول حاجة أنا زيدا لو زارت تجارة في عظمى نقول له لحفة ولا حاجة كنا نجموا نقولوا كيما كيوتات الحليب ما فمشت يعني كل واحد ياخذ باكو حليب خلينا زيدا كي واحد يبدأ شدد صف في الكوشة مش واحد ياخذ عشرة باقيت ولاخر حتى بشيخ وزوز ما يخلطش نعملوا كوتاتا باقيت مثالش يا سيدي عندك الحق في أربعة باقيت تحب عشرين تعاود ترجع امورك تعاود شد الصف واضح مفمش انا ما قلش ليه انا خبتي وحدة شد الصف بلاده ولكاكة هاته ليه انا اقتراح هذي يعطيته عم احسن باوش اقتراح ما عندكش حق تتكلمي في حاجة مش موجود عليه ما عملنيش في الحليب ياودي دعها حتى تقعد دعها عملنيه في الحليب قليك ما فميهش ازمة اليوم عليش نعملوا في حل الحاجة ما فميهش ازمة كان فم ازمة نعملوه يتوهلونا في القلاقل في البلاد واضح اي نمشي ونبدلو شوي الجو هديلي عسابك كيوين تهدي عسابك مع المالكة هذون يحبي يدخلون لفتها في البلاد في البلاد وفي بجاعة ومشاكل اي شو هذا ياودي نصيف نحن نهاب الهال نسلكوا فيه نحن نهاب الهال اعطيت اقتراح معقول لنا هاد الخراح والله العديم تفكر ري ري تفكر شكو بوثينا شكو بوثينا شكو بوثينا هلا والله شديت الصفين ومقيتش خوب زي هليش ما اقول شكو ليه مشتوى مشتوى هدي انت امقارونة كذبوا كلام كذب تراجع الفيزة وكشف تروح يا راتي مشتوى والله مشتوى اما ساريه هاد الاقصولي الاحديث شكو بوثينا هيدا السؤال البوحب هيدا السؤال البوحب نحكيه نحكيه لا 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 نحكيه سبور مع خالد علي تويتي وبعد شوي محاضر لكم الكويش شباب هيا نحكيه سبور خالد علي تويتي والمنتخب اقل من 20 عام البداية بعد تقريبا نص ساعة اول مواجهات منتخبنا في كاس العالم للأواسط في الارجنتين البداية بمنتخب الاقوى تقريبا على الورق هو المنتخب الانجليزي منتخبنا خالد وقراءتك والمطلوب والمهم في بداية هذه الدورة اول حاجة محمد فما فرق كبير انك شوف الشامبينات بتاع الانجليزي تشوفها كالسكاة وكالجوارات يعني طلعوا فيهم عشرين وتسعتاشن سنة عشرين وتسعتاشن سنة هما يبدوا اللي يكادر متعليكيه بسينيور حاجة اخرى محمد اليوم متنجم تعمل فريق قومي اللي عنا كعبات يلعبوا في سنتيتيان ويلعبوا واحد في انجليزي ويلعبوا البرة ينجموا يجيريوا النسق بتاع الناس هذوكم على خاطر محمد روديما لفورماسيون بتاع الصغار مش كيما تتعمل في انجليتيرا مش كيما تتعمل في تونس أبرز زوز غيبات على المنتخبذ هالي حنا باع المجبري وإدم قرب حنا باع المجبري نورمال مو كان ينجم يمشي على خاطر هذاك في ايكيب كيما هذية جيب لايدر كيما حنا باع الماجبري ينجم يمشي بالجوارات خاطر هو الكابيتان متاعهم وينجم يعاونهم سيرتولي بلون واضح التشكيلة عندك خالد اللي نلعب بحارس مر مع إدريس العرفاوي الخطة الدفاع القوزين دين ساسي علي السعودي رائد بوش نيبة الكريم العابد وقل الدربالي غيث الوهابي سامي شوشان شايم الجبالي بشير يعقوب وجبريل عثمان شفت التكتيك هنا يلعب 4-2-1-3 4-2-1-3 نصور التكتيك هنا التكتيك هذية يلعب ديفونسيف فكتر؟ مهوش ديفونسيف بلوز وموان فيها خطر كي تلعب دو بيفو دو بيفو وقدامهم مليو ريليور 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 دونك تلعب للديفونسيف مثلا كما نقوله 60 هلنا نتصور اليوم جمعية كما انجليتيرا يجبك تلعب لها حظ بقول ريتشي محمد أنا كعكيتك فما ما تشويت رب تعرف حتى المرفولوجي الخالد متاع المنتخب الإنجليزي شفته قبيلا قبل ما ندخلو الكل تقريبا فوق المتر واربعة وثمانين نحكيو على ميتر وتسعين ميتر واربعة وثمانين كل تقريبا المنتخب الكل زيد على هذات تقول منتخب طويل قمة يعني ما يلعبش كرة بالكداة هذي المتداول في كرة القدب لا كور شيء معدل الهدف عندهم في كل مباراة فوق ثلاثة أهداف محمد فم حاجات من الجموش نحكيو عليهم في الكرة تاوة على خاطر مش وقته وقتلي نحكيلك بيش تعمل مثلا جوارات بيش تخلط جوارات راو سيبا فاسيلي يا محمد راو فما الكاپاسيتي انديرانس انتي فما حاجات ونحنا نحكيو فيها كي تتفرج في ماتش البره ما تقولش شبيه التيران بتاعهم عريضة صحيح بارابور لنا نحنا اوسع التيران ترق اوسع لأ هو ما فرد مترقش اما وين القوة فللتون سيتي الناس كي تجري يا محمد انتي شوف البره كي تلقى الجوار تشوف الجمعية قداش عاملة من كيلومتر بار ماتش تشوف كل جوار قداش يجري بار ماتش داكوردو اليوم تفهم هنا اليوم مثلا محمد انا نعكيلك من الحاجات اللي ديما نحب نعكيهم وديما نقولهم عليش نحنا التوكوين ماناش قايمين بالتكوين تجي تشوف جمعية طار جينادي الافريقي اي جمعية تجي تلقى البيجيم تالي كيب سينيور 18 مليار ومن الاسبوار حتى الاليكول 2 مليار وحتى المدربين ما يحضروش اللي جوار صير البلان تاكتيك فيزيك صير تولي بلان المهمة اليوم اللي تعمون تصر لوحيشي مهمة بتعمون تصر لوحيشي مهمة سعيبة برشة وانو اخذي المجعل خاصة تنى على عادل السليمي ديرك المجعل عادل السليمي انا حاجة من اللي قاعدها باتتني طوع ليش عادل السليمي تنحق وليوم في تونس اذي اكبر مشكلة مش تحكيو فيها بعض المدرب شكون يقايم في شكون اليوم كنجيب مدرب على اوبجيكتيف رشحني عادل السليمي هزي الكوب ديوموند مستنسين به الجوارات نجيه في اخر وقت نحيه فما حاجة كي كلوش اليوم نلعبو ورقة الهجوم ولا نلعبو باخف الاذرار في اول مباراة تفتيتها هاي تعرف هذي ماتش تعبو طولة معناه ما نلعبوش على ماتش برك ما هوش ماتش كوب بتاع ماتش ويوف هذي مجموعة كاملة ثلاثة ماتش ويتخرين يستنوا فيك هل نلعبو الكل في الكل اليوم ولا نلعبو باخف الاذرار ايكس محمد باقي نعاود وقلت هلك في الجمعة الاخرى فما جمعية اقوى من جمعية اليوم فما دي زنترونير يعرفوا وقفوا ايكيبهم خاطر اليوم ما تنجمش تلعب لطاك مع انجليتيرا انا خدت كنتات لطلع تلعب لطاك تناكلوا ثلاثة ورقة خارق لطاك اليوم يجب الانترونير يكون واقعي ويكون محتاط ومستحفظ ويجب يستحفظ المكسيموم يلا انهي معاك حسنين موضوع الكورة بسرعة موش موضوع الكورة انا ودي فما موضوع ذاك متاع فما رقم احفظت ثمانية خمسة ثمانية خمسة ثمانية ثمانية صحيت حسنين الفليجة حبيب هذي الفليجة اللي اتبعك وتوى الكويس يهليك يا محمد الكويس اول سؤال نبدأ بيه نحكي اختراعات بما نكت حكت نبدأ معاك خالد تويت توما سيديسون هو مخترع توما سيديسون هو مخترع لسلكي بس لتو رجماني قبل مخبر خايب الحسن اللي شاركين في الحلقة ما عندهمش الحق يشاركوا في الفليجة الفريق ما عندهمش الحق يشارك في الفليجة ايوان انا نحبش يشارك في الكويس لا بش تهم ايه توما سيديسون هو مخترع لاسلكي لاسلكي بيانسور حسنين ما عندهم بيانشير ما عندهم بيانشير نحنا انا نعرف الهواتف او الكهرباء ايه او الاتصال اما يبدو لي الكهرباء المسباح الكهربائي برافاليك احسن برافاليك او حقيق سيدي محمد ايجابة وصخصة لاسلكي مش كهربائي لا مش كهربائي المسباح الكهربائي كريمون توما سيديسون سؤالين بعدو نحكيو اه تاريخ السؤال يقول شكون المناظر التونسي اللي تعرف بما قولت احبك يا شعب البداية بالانستغراميوز ثوريا العمري احبك يا شعب غير كذنسان المناظرين كل قالوا احبك يا شعب اي لا لا مناظر تعرف به الشعب اوية متاعك كنا ندمر هالك خاطر مفهمة حتى حد ما قال شكلهم قالوا احبك يا شعب ايه فاتح الهداوي فرحات حشيت بيانسور كنا نقال هالك لجابة وتجاوبني بصراحة تاخد نقطة حسنية حسنية نقطة اللي فيني نصفر لحسنة نصفر نصفر ايه بالنسبالي بالنسبالي يا سدي محمد هو يتضامن مع المعل الزعيم العظيم العالمي فرحات حشيت ما عندي هيش الحاخت ومتفيش ويزمنت عا هيش تعمل هاكا هي قالت بيك هي اخذت نقطة وانتي اسفر وقص النقطة وخلو نقطة فرحات حشيد محبش القوية ده راو والحدة نقطة للفريق البهي يا خارج نقطة للفريق ما تقول نش عليك التبوبي يتبك في بعضك ثم حاجة ما نعرفوش لا بيعرش فرحات ما خليني شو مرة نقدم كتاب حسين العباسي راو سؤال في الجغرافية فورس المهدورة تونس تونس والفورس المهدورة كتاب اسمه تونس والفورس المهدورة فورس المهدورة سؤال في الجغرافيا سيحسن بنوثمانة هني اكثر دولة انتاجا للموز البنانة اكثر دولة منجا للبنانة نبدأ معك سيحسن تسمعش بها هذيك دول الموز ايوه هي في جيت كولومبيا وكل امومة هذيك امريكا اللاتينية قربت اسمع وقربت انت واصلني هني قربت وانت كمل دز باعي ينوش هذيك امت هذيك جمهورة اللوز لانه كان اللوزة ذي سرعة موز سرعة ثمينة جدا سرعة ثمينة جدا وهولا تحسوموا اللو موز بستلاف سرعة ثمينة جدا سرعة ثمينة جدا هذيك امريكا الجنوبية هذيك امريكا الجنوبية هاي 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 خالد فيتلا لكواتور قعدتوا غادي في القرى ذيكا سيري لانكا مش غادي روايها هاي ناشا السومال المفاجئ بس معلومة جنوب افريقيا معلومة تحية طبعا الباسل ترجمينا على الثقة اللي اعطى بها المعلومة متاعو اجابة غالطة هاي انا السومال من الاكبر دول من المونيس لكن ما هيش الاهم هfia هاها uh ���ش عطينا الطحيح الدولة الاهم والاكثر انتاجا للموس في العالم هي الهند الله شكرا ليك حسنين ثوريال عامريش شكرا Bill سير الاخرة بهس النترجمين شكرا لك حسنين شكرا ذيفنا بعد لحظات الخبير الاقتصادي سيد محمد سالح الجنيدي توتسويت بعد الفاس الصغير وراجعين